السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم حلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا في حالة النهاردة هنتناول موضوع تغذية الأمة المرضعة بشكل مثالي يضمن إنتاج الحليب بتاع الأم بشكل غزير ودسم مش بعلي الأطفال وهتلاقي بإذنك يا رب تغير ملحوظ لو التزمتي بالكلام اللي هنقوله النهاردة والالتزام هنا لازم يبقى بنسبة 99% لأن نقطة من النقط مالتزمتيش بها هي بتبقى على بعضها كده طيب في شوية حاجات لازم نقولها يجب مراعتها الأول عشان نعرف نمشي إزاي مع موضوع التغذية المثالية الأمة المرضعة بتحرق حوالي 200-500 سعر حراري في عملية الرضاعة وهي محتاجة أكثر من السيدات اللي مش مرضعات بحوالي 500 سعر حراري يعني واحدة تيجي تقول أنا هعمل رجيم عشان كان وزني زيادة في فترة الحملة فبتحاول تنقص من أكلها لا عايزة تنقص من أكلك على الأقل احسبي سعراتك الحرارية مظبوط كل الأكل المثالي اللي هنتكلم عنه مع وضع 500 سعر حراري زيادة عشان بس الرضاعة بتحرق حوالي 200-500 سعر حراري يجب مراعاة أن الأمهات اللي عندهم فقر دم أنيميا أو كان ما عندهمش أنيميا وطلعوا من الحمل حسوا كده أن هما عندهم أنيميا أو التحاليل الأخيرة قالت أن هما عندهم أنيميا فقر دم نسبة الهوموجلوبين عشرة والكلام ده ده شوية هتعاني من إرهاق مستمر مع موضوع الرضاعة وبالتالي هيكون عندك عدم كفاءة في إعطاء الطفل مزيد مما يطلبه منك كحليب غير كده كدراسة كان بتقول أن حليب الأم اللي جاي من واحدة ستة عندها فقر دم بيعمل مشكلة بس عاطفية ما بينها وما بين الطفل زي فكرة يقولك أن الرجل تكساب قلبه يعني المثل الشعب يقولك تكساب قلبه الرجل بالأكلة الحلوة فكذلك الطفل الطفل لو رضع رضع كويسة حليب كويس من أم ما عندهاش أنيميا هتلاقي فيه ارتباط عاطفة أكتر من الأم اللي بتعاني من الأنيميا بالنسبة للبن بتاعها طيب برضو يجب مراعاة هذه المعلومة عشان ننتبه الأصل يعني ألف به زيادة كمية حليب الأم مش بس التغذية الأصل حاجة تانية الأصل حاجة تانية عشان تزود الكمية مية وارضع ده الأصل ثم تبني على كده الحاجات التانية اللي هنقولها إنما أصل الزيادة بتيجي من المية وكمية الرضعات يعني الطفل كل ما بيرضع أكتر كل ما لبن حضرتك بيزيد كل ما حضرتك تشرب مية أكتر كل ما لبنك بيزيد ده الأصل طيب عشان نعرف أكلنا مثالي ولا لا لازم نبقى محافظين على المثلث المثالي كربوهايدرات مفيدة مش كربوهايدرات غير نفعة زي كربوهايدرات المفيدة اللي بتيجي من الخضروات اللي بتيجي من الحبوب الكاملة دي كربوهايدرات مفيدة غزائنا سعرات الحرارة بتاعتنا نصها بتبقى من الكربوهايدرات يفترض تبقى من الكربوهايدرات المفيدة 50% كربوهايدرات 35% الدهون دهون صحية دهون زي مثلا اللي موجودة في ثمرة الأفوكادو زي اللي موجود في زيت الزتون زي اللي موجود في المكسرات دي دهون مثالية حتى بيبقى فيها أوميجا ثري بروتين 15% وخلي بالكم البروتين نقصه بيؤدي إلى ضعف إنتاج الحليب عند الأم المردع فلذلك مهم جدا نحن نحافظ على هذا المسلس المثالي من التغذية في فترة الرضاعة مع الأخذ بالاعتبار أن أنت لازم تزودي عن الستة العادية صاحبتك بقى اللي مش ما بتردعش لو كل واحدة فيه لو أنت مثلا مخصص حسب طولك ووزنك وسنك مثلا ألفين سعر حراري طب حضرتك بتردعي يبقى تحط عليهم خمسمائة سعر حراري يبقى لحضرتك محتاجة ألفين وخمسمائة سعر حراري مدرات الحليب في أوروبا التوصية بتاعت المنظمات اللي هي اللي بتعتني بالأمهات والطفولة بتوصي بالشوفان للأمهات المردعات الشوفان في مركبات داخلية داخل الشوفان هذه المركبات بترفع من إنتاج هيرمون الحليب المكسرات بتدر الحليب البروتين زي ما قلنا البروتين بقى نحصل عليه من الشقين البروتين من النبات والبروتين من اللحوم وطبعا بعض السيدات اللي ممكن يتابعوا حمية غزائية نباتية ممكن يبقى عندهم مشكلة في نقص بعض العناصر المهمة في جسمهم وبالأخص فيتامين بيتنشر فالبروتين نقصه في جسمك بيؤدي إلى ضعف إنتاج الحليب حبة البركة معلقة من حبة البركة نطوريها بقى في أكلك طول النهار شوية على الصلاة الخضرة شوية مثلا صبحية لو في ماما مثلا بتعملك عيش تعملك شوية حبة بركة عليه أو نتي تحطيه على معلقة كوباية زبادي حبة البركة بأو مناعة الاثنين الأم والطفل البوقليات فيها حامض أميني اسمه تريبتوفان هذا الحامض الأميني بيرفع من إنتاج هرمون الحليب في الجسم عند طبعا الأم المرضعة من أكتر البوقليات إنتاجا لحليب الأم العتس الفول والبوقليات بوجعهم ولكن العتس والفول الفول المدمس الفول المصري ده طبق منه تكليه الصبحية طبق طبعا صغير مش طبق كبير بتلاقي اختلاف في كمية الحليب في سديق الأم والخضروات الورقية الخضروات الورقية أيضا بتدرر على السيدة من إنتاج حليب السديعة ده طيب عشر كبايات مية أقل واجب تعمليهم في اليوم وزعي بقى كباية بعد الفطار كباية بعد ساعة من الفطار المهم عايزك تشربه على الأقل عشر أكواب من المية وقبل عملية الرضاع شربي كباية وبعد الرضاع شربي كباية رضعتي حطي بقى إيه مخزون إضافي يعني إشحني طبق زي ما بنشحن الموبايل كده بعد ما بنستهلكه بنحطه في الكهرباء إنتي الكهرباء بتاعتك المية رضعتي إشربي مية مدرنات بقى الحليب من المشروبات الطبيعية الحلبة الكمون الكراويا النعناع الشمر الينسون كل دي من المشروبات الحلوة الجميلة اللي بتدر مزيد من الحليب عند الأم المربعة ولكن في عشبة لا أنصح بها أبدا أنها بتنشف الحليب وهي ماريمية يعني فهي لها كذا اسم العشبة دي بتجفف اللبن في سدي الأم فبلاش من هذه الأعشاب اللي هي المرمرية أو الماريمية أو زي ما بيطلق عليها كف ماريم طيب لو أنت مش من هوات شرب الحليب يعني اشربي يعني في اليوم ممكن معاكل حد كوبايتين حليب تشربي من منتجات الحليب أيضا لو أنت مش من هوات شرب المشروبات الدافية السخنة لحاجات الحلوة دي وبتحب تجيبي من الآخر فأنا عندي ليك مخترحين عندي أول حاجة زيت الحلبة وده مخترح من الطبيعة زيت الحلبة ده بتشتريه من عند العطار وبتاخدي معلقة صغيرة معلقة شاي منها يعني حجم معلقة شاي ما حدش قولي معلقة شاي وحطها لها زيت معلقة صغيرة وتاخدي معلقة الصبح ومعلقة بالليه كأنك شربت مثلا 3-4 كبات في اليوم ده طيب أو ما بحبش الكلام ده لو جربت زيت الحلبة وطعمه مش حلو بنجيب من الصيدلية مكمل غذائي اسمه هربانا هربانا ده بيبقى خلاصة أعشاب مع خلاصة الحلبة فبالتالي بيدر على الأم المردع مزيد من اللبن خليب لكم النوم والروحة النفسية مهمين جدا لإنتاج حليب مثالي غزير ودسم في نقطة بقى بتقلل اللبن غير موضوع النوم ألا وهي الأعشاب الطبيعية للطفل لما بتتوهموا أنه لازم تدوا الطفل كراوية وينسون الحاجات دي أي حاجة بتنافس حليب الأم للأسف هي اللي بتكسب خدوها قاعدة يعني ديت الطفل ينسون لبنك أل أشرح لك الحتة دي لبنك ده بينتج مثلا خمس كبايات بناء على إيه بناء على أن الطفل اداكي طلب كده وأنا قال لك أنا النهاردة عايز خمس كبايات الديت واحد من هذه الكبايات كباية أعشاب الطفل قال لك خلاص أنا مش عايز خمسة أنا عايز أربعة فبدأ السدر عندك ينتج أقل لأن الهرمون ده هرمون الحليب جاي من المخ فلما المخ بيبقى عارف أن فيه استفزاز لهذا الحليب بينتج منه مزيد عشان يلبي طلب الطفل فأي حاجة بتدخل منافس لحليب الأم سواء كان حليب صناعي سواء كانت أعشاب فبتقلل الحليب بتاعك الدسامة بقى دي آخر حاجة الدسامة دي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن الرضعة كاملة يعني إيه الرضعة كاملة؟ يعني حضرتك لما بتدي سدرك للطفل خليه يرضع على الأقل عشر دقائق متواصلة من السدي الواحد من عشر لربع ساعة لأن بعد هالعشر دقائق الحليب اللي في الأول كان خفيف تمهيدا للطفل معدد الطفل مش مستوعبا أنه ياخد الدسامة مرة واحدة فبالتالي ده بيبقى تمهيد والدسامة بتبقى في الأطفال اللي بعد كده اللبن اللي هينزل بعد الدقائق الأولى بينزل بعديه على طول إنما الأم اللي بتنقل من الطفل من سدر لسدر قبل مضي خمس دقائق مثلا على سبيل المثال فهي كده بتديله من الناحيتين اللبن الخفيف الحليب الخفيف مشكركم شكرا جزيلا وشوفكم في حلقة الجاية السلام عليكم